اشتركوا في القناة طبعا اول ما طالعنا السنن المؤكدة في شوال نجد الستة ايام من شوال ويقول لبعض المتحلقين الستة ايام البيض لا علاقة بهذا المسمى بالمصطلح الشرعي انما هي ستة ايام من شوال البيض اللي هي الثالث عشر والرر عشر والخامس عشر من الشهر العربي اما مسألة الستة ايام البيض لم ترد هذه الا على السنة بعض المتفيقين والمتحلقين طبعا من صام رمضان والدعوة الستة من شوال فكأنما صام الدهرة كلها على اساس ستة وزاية تلاتين يبقى ستة وتلاتين بإذن الله فعشر حسنات عند الله فيبقى تلتمائة وستين يوم كأنما صام الدهرة كلها لانه العام الهجري تلتمائة وستين يوم تقريبا فهذا امر الامر الثاني تجد ان بعض الناس وبالذات الاخوات او اللي عليهم ايام يعوضونها في رمضان نتيجة سفر او مرض او سبب او عذر الشهري عنده او العذر الدوري الموجود عنده النساء فالانسان يطرى يقول انا علي اربعة ايام من رمضان مثلا الرجل كان على سفر او كان مريض او او الاخت الفاضلة او بناتنا الفضليات للامر الذي وضعه فيهن رب العبادة عز وجل وليا ترى هل اولا يعني نصم علينا الايام الفريدة كفارة قضاء يعني ام ان نسبق بالستة من شوال نقول وبالله التوفيق انت مخير وانت مخيرة اذا كان انت عليك ثلاثة اربع ايام من رمضان وعايت تصومهم بعد في شوال يعني انت مخير اما انت تصومها اولا ثم تصومش ستة من شوال ان احببت او ان تصومش ستة من شوال وتؤجل الايام التي كانت عليك او عليك نتيجة مرض او العذر الشهري كما قلنا لاننا عندنا احد عشر شهر لغاية شعبان القادم باذن الله رب العالمين ولكن نكتب في الوصية انني علي مثلا خمسة ايام ستة ايام ثمانية ايام مثلا الايام هذه الايام ما صمتها لما يفتح الوصية يجد قبل تقسيم التاركة ان علي ديون لله رب العالمين يجب عليه ان تدفع عني قبل توزيح التاركة المهم ان القضية لست في هذا القضية ان ما يزال الرجل يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وريده التي يمشي بها ونسألني لو اعطينا ونستعادني لو اعذنا هذا كلام الله في الحديث القدسي يعني اذا الانسان يتقرب الى الله بالنوافل وهذه من اعظم النوافل ان يتبعه بستة من شوال وعدين سبحان الله هذه فرصة طيبة لكل مسلم مسلمة ان يصنع الخير وطالما انت كما نقول انقل من حساب لحساب يعني انقل ايام الدنيا حسنات للاخرة جم حسنات اعمل مخزون حتى لما يفتعد الصندوق وتخرج السجلات من تحت العرش تليتهم لي ان شاء الله بالحسنات يقول بعض اهل العلم من صامة لله يوما اه احتسابا لو كالله يعني غير رمضان فكأنما ابتعد عن النار بقدر ما يبتعد طائر غراب فرخ خرج من بيضته وظل يطير ويطير إلى أن مات وهارم والغربان تعمر يعني السنوات فسبحان الله انظر هذا الخير الكبير ونسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله ولا تنسوني من صالح دعاكم وربنا يجعلنا وياكم من القائمين بطاعة الله وعلى طاعة الله بعيدا عن معصية الله إن ربي على ما شاء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني حضرتك لو الموضوع كان لك هتعمل هتصوم ستة من شوال ولا تفضل الفريضة الأول لا أنا بالنسبة لي أفضل أن أنا أقضي من عليك فريضة لأن هذا فرض ثم أنظر إلى نفل إن شاء الله أخليه درجة ثانية أو يتبع الفريضة إن شاء الله وعلى إذا ربنا قدرني وصومت الشهر الكامل المشكلة ما سمع عشرة أيام مثلا يعني بعد الرمضان يعني خلي الأياء تشوف الدنيا ساعة اجعلها طاعة فنحول هذه الطاعات تحمل شوحنة إيمانية للعرب